المرأة من جهة الجسد أكثر ضعفا أو أضعف من الرجل لعل أحيانا بتكون نفسيتها من الداخل أكثر تحملا من الزوج لأتعاب الحياة والمشاكلها لكن بصفة عامة الكيان الجسدي بتاعها تكوين العضلي بتاعها أقل من الرجل بكثير والعل الكتاب المقدس أراد أن يضع قدامنا هذه الحقيقة بوصورة واضحة جدا في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى إصححت تلاتة لما بيقول كذلك أيها الرجال رسالة مباشرة كونوا ساكنين بحسب الفطنة بالحكمة مع الإناء النسائي كالأضعف معطينا أيهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلوات ونعف عن كلمة كالأضعف وهنا تحط المسؤولية على الزوج أن ينظر إلى أمرأته كأنها كائن أضعف من جهة المجهودات والحياة العملية والاحتمالية ولكن يعني نشير هلا أنه أنت كان الكتاب مقدس أشار إلى ضعف المرأة مقارنة بالرجل لكن أيضا هو أشار إلى مشاركتها في الأمجاد الساموية لما بيقول ما أعطينا أيهن كرامة كالوارثات وحط علينا حتمية إكرام الرجل للمرأة بل أنه أشار إلى عقاب الأزواج الذين لن ينظروا إلى المرأة كإنساء أضعف ويحترموها ويكرموها ستعاق صلواتكم ربنا يمكن ما يقبلش صلواتكم ومن هنا مهم جدا أن الزوج يقدر أتعاب زوجته في المنزل أتعابها في تدبير أمور البيت أتعابها في الوقوف ساعات في المطبخ علشان تحضر أكل الأسرة أتعابها في تنظيف البيت ومسح أرضياته وتجهيزه بأي صورة من الصور ولازم تعرف أن أتعابها المنزلية أحيانا بتكون تفوق قدراتها الجسدية فتكون مقدر لهذا ولا تطلبها بالكثير ولا يعني تأنبها على تقصرها في هذا الأمر أو لو ما كانتش تقدر من ناحية الضعف الجسدي أو الأتعاب لازم تقدر كمان أتعابها النفسية من وجودها طول اليوم داخل أربع حجرات أو داخل البيت لو كانت ما بتشتغلش لازم أيضا تقدر أتعابها لو كانت بتشتغل أنها بتتعب جسديا برا البيت فمجودها الجسد يجوها البيت ممكن يكون قليل لازم تقدر هذا بأنك تساعدها أحيانا وعليك أنك تعطيها راحة في بعض الأيام وتقوم أنت بمساعدة في ترتيب البيت أو تأجيلها لكن مهم جدا أن الزوج يهتم ويعرف أن يقدر أتعاب زوجته تخيل لو عندك أطفال صغرين وفيه في يوم اتطرت أنت اللي تخدمهم هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا لو طفل صغير رضيع مثلا تحضر له الرضع وتردعه وتنظف له وتعمله وتغير له كل دي أمور بتاخد مجهود وقت وتركيز عضلي وزهني كثير من الإنسان لو طفل مريض ولا حاجة بيحتاج مجهود كبير جدا جدا في مراعاة وفي الاهتمام به وفي امتبعته من جهة العلاج ومن جهة النظافة ومن جهة ومن جهة ومن جهة كل هذه الأمور عبقى كبير جدا من أكبر الأخطاء اللي بيقع فيها الزوج أحيانا وبتسبب جرحة نفسي كبير أن يقول لزوجته أنت عاملة أنت بتعمل إيه؟ ما أنت قاعدة في البيت ويهيئ له أنه مجرد أنه بيخرج يروح يشتغل 8 أو 9 أو حتى 10 ساعات يعتبر ده كأنه هو البيتعب وهي ما بتتعبش لا المجهود العضلي والزهني والنفسي الذي تبذلو الزوجة في البيت في داخل البيت بدون حتى الخروج مجهود كبير جدا لابد أن الزوج يقدر هذه الأتعاب ويمتدحها ويشكرها قدست البابا شنودة كان يعلمني يقول كده لو الزوجة قدمت فنجان شاي لزوجها لازم يشكرها دورك يا حبيبي علشان تقدر أتعاب زوجتك في البيت أولا ما تحسسهاش أنها لوحدها أقف معها بساعات ساعدها في بعض الأمور ساعدها في بعض الأمور الخاصة بالنظافة ساعدها في بعض الأمور الخاصة بتجهيز الطعام أنت ممكن أحيانا أنت تقوم بها بعض الأمور من هذا بطريقة خراحة لطيفة حلوة بشكر وليس بأنها عملتلك وأنا تعبت عشان وانت كان مفروض تعمله بطريقة التأنيب في يعني اللي بيستعملها بعض الأزواج لما يعملوا حاجة في البيت ويحسس زوجته أنه يعني تكرم عليها بأنه ساعدها طريقة خاطئة تماما لازم تهتم براحتها وتديها أحيانا يوم راحة كامل لكي تستعيد نشطها والجسدي تقدير أتعاب الزوجة في الأطفال حتى في الولادة كل دي أمور تحتاج من الزوج أن ينتبه إليها ويدرك أن أتعاب زوجته أتعاب ليست هينة ليست سهلة يهتم بيها يقدرها يساعدها يريحها في بعض الأمور يمتدح مجهودها واهتمامها وتعبها في بيتهم مما يساعد على فرحها النفسي وشعورها بالسلام في داخلها ومما ينعكس على السلام في البيت وعلى علاقة بين الزوجين لتكون علاقة نفسية روحية سليمة قوية تساعد على السعادة في الحياة وتساعد على أننا نرتبط ببعض بطريقة مقدسة وللهنا المجد دائماً أبداً أمين تساعد على السعادة في الحياة